تمكنت سعادة الشيخة ضيوة بنت خالد بن عبدالله الخليفة عضو المجلس الوطني للفنون من حصد المركز الثاني بعد تأهلها من بين 150 مشاركا حول العالم كمرشحة نهائية في المسابقة العالمية للفن الرقمي المسابقة قيمت في مدينة إكسبو بدبي تحت شعار لنعمل معا على تعزيز جهود العمل المناخي خلال مؤتمر كوب 28 وبهذه المناسبة رحبت سعادة الشيخة ضيوة بنت خالد الخليفة بنيلها هذا المركز المتقدم في هذه المسابقة معربة عن تشرفها بإهداء هذا الإنجاز إلى المقام السامي لجلالة ملك البلاد المعظم وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وسمو قرينة ملك البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة وقالت سعدتها إن نيل المركز الثاني في هذه المسابقة العالمية يعكس ما يلقاه الفنانون البحرينيون من دعم متواصل ومستمر وتشجيع على تسخير رسالتهم الهادفة إلى تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالة الملك المعظم ومتبعة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وذلك من منطلق الإيمان بالفن بوصفه وسيلة فاعلة للتوعية والتثقيف بشأن مختلف القضايا وأوضحت سعدتها أن اختيار أعمالها الفنية الرقمية التي شاركت بها في هذه المسابقة التي يتمحور موضوعها الرئيسي حول حماية الكوكب يعد دافعا وحافزا لكافة الفنانين المحترفين منهم والواعدين من أجل مواصلة توظيف طاقاتهم وإبداعاتهم في خدمة قضية التغير المناخي وتابعت بالقول إن الإقبال على المشاركة على نطاق عالمي وواسع في هذه المسابقة يؤكد مكانتها العالية وصيتها الذائع في أوساط الفنانين الذين تميزت مشاركتهم بالإبداع والابتكار ترجمة نانسي قنقر